الخبر الثالث معنا غضب بالمنوفية لتأخر صرف المقررات التموينية نشر هذا الخبر في موقع فيتو بتاريخ 30 يوليو سادت حالة من الغضب بين أهالي محافظة المنوفية بسبب تأخر صرف مقررات التموين عن شهر يوليو وما بين المواطنين والبقالين ووزارة التموين تدور دائرة الدعم الجديدة في حلقة مفرغة والتي أدت إلى غضب الأهالي لتأخر صرف مستحقاتهم التموينية حتى الآن وعرب عدد من الأهالي استيقاهم من عدم توفر المقررات التموينية مشيرين إلى أنهم يذهبون كل يوم إلى البقال ولكن دون جدوة الحقيقة هذا الكلام كلام منطقي وإحنا كلنا شفنا هذا الكلام وشفنا الزحام الشديد على بقال التموين وفعلا بعض السلع فعلا ما كانتش موجودة وهو دوت اللي احنا بنتكلم عليه منظومة جديدة ليه ما نبقاش مستعدين لها استعداد جيد عشان ما تتخلقش أزمة ونواجه بنقد شديد من طيارات مختلفة يا جماعة لما نضع استراتيجية أو نضع خطة نكون جاهزين لها معنا للتعليق على هذا الخبر لأستاذ عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية السيد عاطف برحب حضرتك يا فعل محافظة بيك يا مرحب إيه رأي حضرتك عن أزمة صرف المقررات التموينية بالمحافظة المنوفية هل مازالت الأزمة موجودة؟ لا الحمد لله يعني طرق البلق الوارد جهه بدأ الحمد للغوال أخيانا في رمضان بدأ السلع الحمد لله وصرف أنا أكثر من 70% من مقررات شهر سبعة على فكرة يعني عندي حوالي 30% وقالي ممكن واحد 20% من البلق انتقاض ستصل في مقررات سبعة كمانية إن شاء الله لما عندي بدأ السلع تيجي الحمد لله وبدأ المفراج تيجي وشرط جهر تصل في مدارة بالفعل بنعد المكان بتاع التجار كل السلع بقول لحضرتك كل السلع فعلا وصلت؟ لا مش كل السلع التركيل اللي قول على السلع الاستراتيجي اللي هي المقاطر المنوفي من الرريغة وفيها اللي هي السكر وزيت والمكارونة دي سلع المقاطر العام في المقاطر ملجز على السلع دي لكن فيه بلح كيه سنة فيه كيه فول فيه عدس يعني نقدر نقول تم حل الأزمة بنسبة كم في المية؟ نسبة عدس المفرقة حوالي سبعين في المية الحمد لله سبعين في المية يعني أنا بشكر حضرتك على صراحتك يعني سبعين في المية نسبة مش بطلة ونتمنى أن يتم حل الأزمة بنسبة يعني تسعين في المية ونصل لمية في المية مفيش مانا على الإطلاق نشكر حضرتك الأستاذ عاطف الجمال ووكيل وزارة التمويل بمحافظة المنوفاية